أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاحي علمه كيف الانطلاق وكله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي المشاهدين ومشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية وأيضا ما زلنا في سلسلة على مائدة التربية حيث نعرض فيها أسئلتكم نعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا الدائم سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعلي نرحب أيضا بسعاد الدكتور السلام عليكم وبركاته الله سعاد الدكتور وأهلا وسهلا بك وعليكم السلام وحيى الله الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين الله حييكم ونفتقدكم حقيا في الاستيديو إن شاء الله نلتقيكم قريبا بإذن الله بإذن الله الله جمعنا يكالا خير نبدأ بإذن الله عز وجل في أول أسئلة التي وردت إلينا يقول السائل السائل عفاف بن سويد تسأل وتقول كيف يتعلم هذا الجيل أن يحافظ على هويته المسلمة وأن دوره عظيم في عمارة الأرض ورفع راية الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فقهم في الدين اللهم شكر لكم جميعا والأخت الكريمة الأستاذة الأختفاف على هذا السؤال الحقيقي الذي ينم عن حرص وغيرة وعناية بالتربية الإسلامية وبالهوية الإسلامية بل بيشد من ذلك حتى في قضية أن يكون الأبناء والأجيال صالحين مصلحين وهذا الذي ينبغي الحقيقة أستاذ أنور أن نكون جميعا يعني أباء وأمهات مربين ومربيات ذكورا وإناثا أن نحرص على هذا الأمر وهو الفوز العظيم الحقيقة في الدنيا وأعظمه في الآخرة إجابة على سؤال الأخت أخي الكريم أنا أقول أولا الوعي ثم الوعي ثم الوعي يعني لابد لنا من قضية يعني الوعي من التثقيف لابد أننا لا نستصغر هذا القضاء المتعلقة بالمدخلات والجوانب المتعلقة بالتثقيف والمعلومات والمعارف الصحيحة التي لها ارتباط وعناية بهذا الموضوع المتعلق بالهوية الإسلامية وبالتربية وماذا ينبغي أن يكون عليها الإنسان وكيف يكون الإنسان صالحا وماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان بأن يكون مصلحا أيضا وما يرتبط لذلك ولذلك لا نستصغر قضايا الوعي بعض أخي أنوار المشكلة عنده هو يقول نحن شبعنا كثير من التنبيع أنا والله الذي يقول هذا الكلام هو يقصد شيئا الصادق يقصد شيئا يعني يعني يقدر له ولكنه أيضا المحك ولما نختبر الأجيال في الجانب المعرفي والمعلوماتي ربما نتفاجأ الحقيقة بأنه ما كنا نتوقع منهم في الجانب الوعي وجانب التثقيفي والجانب المعلوماتي قد نتفاجأ أنه دون ذلك وهناك دراسات أثبتت هذه القضية حتى في الجواب المتعلق والمعلومات المرتبطة بالهوية الإسلامية وما يرتبط لذلك ربما أشرنا إليها في بعض الحلقات السابقة لذلك ينبغي أن نعتني بالوعي وهي المدخلات الأساسية لكل شيء وسبق ربما أيضا يعني أشرنا أو هي قضية مسلمة عند أهل الأهداف فيما يرتبط والأهداف السلوكية ألا وهو ما يرتبط أن الأهداف المعرفية هي جسر للأهداف الوجدانية والجسر للأهداف المهارية لمعنى آخر لا نستطيع أننا نكسب الأجيال مهارات إيجابية وصحيحة ولا نستطيع أن نكسب الأجيال اتجاهات أو توجهات وقيم إلا من خلال الجانب المعرفي بلا نقاش وهذه قضية نحن بيأمس الحاجة إلي ويتدل عليها نصوص الشرق فأعلم أنه لا إله إلا الله وذلك قال البخاري عقد باب العلم قبل القول والعمل فنحن نؤكد أخي الكريم من أخت الكريم وأمثالها والجميع على أهمية الوعي هذه النقطة الأولى أخي النقطة الثانية أيضا نقول القدوة ثم القدوة ثم القدوة وهنا الذي يعني يجعل الجانب المعرفي جانبا في محله الصحيح وهو ما يرتبط بتطبيق ما نتعلمه وهذا لا يتأتى للأجيال التي كنا نحم نحن الذين نوجههم من آباهم وربين أن نكون كذلك وذكر إذا كنا نريد أن يكون غيرنا أن يكون غيرنا كما نحف أن نكون نحن على الذي نريد أن يكونهم وهذه قضية القدوة يعني لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذلك لا يتربى الجيل على الهوية الإسلامية ولا يتربى الجيل للعطاء لديني إلا إذا وجد هذا الجيل من المربين وعلى رأسهم الأسرة آباء وأمهات هم كذلك هم كذلك يطبقون الهوية الإسلامية فعلا ليس مجرد ظاهرة صوتية وكذلك في نفس الوقت هم حريصون على خدمة دين الله عز وجل ورفع راية الإسلام النقطة الثالثة معي أستاذ أنوار نعم نعم النقطة الثالثة البيئة ثم البيئة ثم البيئة وهذه قضية أيضا أخرى تؤكد على يعني ما يرتبط بجماعة الرفاق أجيالنا أطفالا أو مراهقين أو شباب ذكورا أو إناثا نحتاج إلى أن نوجد لهم البيئة الصالحة الأصدقاء الصالحين لابد لهذه البيئة لأن من أقوى صوارف وبدأت في مرحلة المراهق المراهق والشباب صوارف هذا الجيل عن ما تعلموه وما كانوا عليه وما تربوا عليه هم قضية أصدقاء السوء وهذه لها دراسات دلت عليها بشكل قوي ومهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى من ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فنحن من بابي أولى ولذلك أنا أقول الجدارة الجدارة حينما تنجح الأختفاف وأمثالها في إيجاد البيئة الصالحة البيئة الوجودية وجها لوجه والبيئة التي يتعلم معها الإبن والبنت والبيئة التي يتعاطى الإبن والبنت البرامج معها والأنشطة وهذا هو دور الآباء والأمهات في إيجاد مثل هذه الأشياء والتحري فيها بل حتى اتخاذ المدرسة المناسبة وكذلك أصدقاء الافتراضيين من خلال التقنية من خلال أيضا الوعي كما قلنا ومن ذلك من هم الأصدقاء الإيجابيين وما هي مواصفاتهم هذه قضية مهمة ومهمة جدا لعلة أختم بالنسبة لهذا السؤال وهي حقيقة من ركائز من ركائز التربية على قضية الهوية أستاذ أنوار وهو ما يتعلق بقضية إشغال أوقات البراخ مهما عطيناهم من وعي وعطيناهم من قدوة مهمة جدا ومهما عطيناهم من كذلك صدقات إيجابية ستبقى قضية هم ماذا يشغلون أوقات فراغية لابد أن ننجح مع الأجيال من نعومة الأبطار من الطفولة بأن نحملهم مسؤولية وأن نشغل أوقات فراغية يعني ما أجمل أن تجد طالب من مرحلة الثانوية الساد أنوار وأذكر هذا الموقف حصل لي فكنت أريد منه حاجة معينة لقيته في إحدى البرامج الأنبياء الصيفية فقال لي والله يا أستاذ خالد أنا جدا مشغول مشغول من الصباح إلى الظهر ثم أعود الأسرة ثم أأتي بهذا النادي إلى المساء فرحت جدا أن يكون مثل طالب في مرحلة ثانوية يعني بعمر 16 سنة 17 سنة مشغول ومشغول متى؟ مشغول في وقت الصيف والمثل العربي يقول الصيف ضيعت اللبن كيف نستطيع أن نشغل أوقات فراغهم؟ هذه قضية مهمة والله تعالى أعلم دكتور الله يحفظك الموضوع حقيقي مهم موضوع الجانب بناء الجيل أو تربية على القيم الإسلامية لا شك أنه يحتاج إلى برنامج عملي القواعد الذكرتم لها لا شك لها أثر كبير إن شاء الله في توجيه المسار ويكون حقيقي نرغب في أن يكون لو كان يعني مستقبل أن يكون هناك برنامج عملي يطرح أو الدلالة على بعض البرامج العملية القائمة للاستفادة منها كتجربة واقعية بعيدة عن المثالية وأيضا واقعية وأيضا أنبه على جانب مهم جدا في قضية مسألة التربية وأنا ما أدري دكتور إن كنت على صواب أو على خطأ لكن دائما أؤكد على مسألة الإشباع أو دمج العلم مع العاطفة غالبا في هذا السن النشء الصغير والمراهقة ينصح التعبير يحتاجون إلى إشباع مثل هذه الرغابات والتذكير دائما وأبدا بالهدف الأسمى الذي وجده من أجله إنسان وما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون وأيضا مما يحسن ذكره في مثل هذا المقام يا دكتور كانت تسمح لي بس أتطفل عليكم أبدا تفضل يقول لقد هيؤوك لأمر عظيم لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل التذكير بمثل هذه المهمات العظيمة والنماذج كما ذكرت القدوات في سلف الأمة وفي الجيل المعاصر من الشباب والفتيات الذين كان لهم أثر مبارك في نشر الخير وإذاعته والثبات على هذا الحق حتى يعني يتوفى الإنسان وهو لم يتغير ويغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به تسمح لي أستاذ أنور الله فضل أنا وافقك على ما ذكرت جزاك الله خير خاصة في النقطتين أو الأخيرتين أم النقطة الأولى ليه تعليق عليها إذا تسمح لي فضل يا دكتور يعني مشدان البرامج العملية يعني نحتاج أن نقف عندها كما وقفنا عند قضية الكلام أن نحن قد يكون يعني ما نحتاج للجانب النظري كثيرا وإلى آخر أنا أقول الكلام من النحية النظرية سليم يا أخي لكن إشكاليته في ماذا سدنوار إشكالي إشكاليته لا 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 إشكاليته أن ينتظر الأباء والأمهات من يعني يرسل لهم حتى يضع بين أيديهم برامج عملية نحن الآن في مثل هذا على الهواء مباشرة ليس البرنامج برنامج برامج عملية عرفت كيف هو برنامج برنامج سؤال الآن جزء من أسئلة يفتح مجال لقضية الدور المطلوب من الأباء والأمهات يعني أنا أقول يا أخي الكريم هل الطبيب فيما يأتي يعطي وجه مثلا من يسأل سؤالا هل سيتحدث عن المستشفيات الفلانية والفلانية والأستاذ الفلاني والفلاني واضح قضية شيخ واضح الدور الأباء والأمهات هو يحتاج أن يبحثون عن هذه المستشفيات والذكاتر الجيدين نفس الكلام الذي أقول أنا وهذا يش أقول كلام هذا أنه يكثر الحقيقة كثر الملاحظة في هذا الاتجاه وهو ما يرتبط بقضية البرامج العملية وأنا خوفي ليس من يسأل سؤالا إيجابيا أو يوجه توجيها إيجابيا ويشعر بتحمل مسؤولية خوفي من الذين يقفون ويقولون والله يأخذوها لجزاهم الله خير كلامهم جميل وإلى آخر لكن كثروا علينا في هذا الأمر ولا مسكوننا الجادة طيب من سيمسك الجادة أنت تمسك جادة نفسك أنت أيها الأب وأيها الأم ابحثوا عن هذه البيئات الصالحة من خلال التقنية ومن خلال الحضور اسألوا عن البيئات التي تستقطب بناتكم تستقطب أولادكم حتى ولو كنتم في بلاد الغربة اسألوا عن الأكاديميات وعن البرامج النافعة التي تعلم الأجيال من خلال النت هذا دور مطلوب يمكن نذكر مثال مثالين ما ينتهي الموضوع صحيح ولذلك هي القضية التنبيه لتحميل مسؤولية للأباء والأم جزاكم الله خير هذا السائل أم ياسر تسأل ما هي الأولويات التي يجب أن أهتم بها في تربية بناتي ذو السنتين والثلاث سنوات وما هي المهارات التي يركز عليها أكثر في هذه المرحلة العمرية حقيقة هذا السؤال الجميل أننا نقف معه وقد نحتاج شيئا من الوقت أولا أولا السيد أنوار فعلا فعلا يعني ربما ربما نغفل نغفل عن مثل هذه المراحلة المبكرة العمرية ويختكون غفلتنا بسبب الجهل وتكون غفلتنا أحيانا بسبب تصورات مغلوطة وهو أنه يعني ما نحتاج لنا نشغل أنفسنا كما نشغل أنفسنا مثلا إذا دخلوا المدرسة وما شاء ما ذلك أولى هذه التوجيهات السيد أنوار لهذه الأخت ولغيرها ولنا جميعا حقيقة لأن كلنا كلنا في بيئات لدينا أطفال في هذه المرحلة إما أبناء وإما أحفاد وأو نعرف أناسا من أقارب ونحتاج لنا تنبه من هذه القضية وكما تعرف السيد أنوار خصائص وحاجات المرحلة صحول الله هناك لكل مرحلة حاجات وصحة لا شخ وخصاص بعضنا ما يفضل لهذا إلا إذا كبر الأبناء هناك حاجات أو حصاص في هذه المرحلة لابد أن نتعلمها من خلال يعني ما ذكر في مجال علم النفس النمو ولو بصورة مختصرة يعني أعطيكه أمثلة يا شيخ في هذه المرحلة السيد أنوار يعني يصبح الولد أو تصبح البنت أكثر استقلالية يعني وقوة ورغبة في فرض السيطرة يعني عندها رغبة في السيطرة يعني عنده رغبة في السيطرة مثلا من كلام هنا عن بنت مثلا عندها رغبة في السيطرة على الآخرين طيب هذا البعض سيرى أن هذه السيطرة غريبة يعني تون عليها ولسه لا نعني جزء من جزء من خصائص هذه المرحلة ومن حاجة هذه المرحلة فلا بد أننا تكون يعني أمر طبيعي لا نشغل ذواتنا فيه جميل أيضا في هناك في هذه المرحلة شغف كبير للمعرفة يعني كل شيء تريد وأن تعرف بالتفاصيل ولذلك نحن إذا لم نقابل هذا الأمر بمعطاء المعلومات والدخول معها في الجو لن نشبع هذه الحاجة وما شبع ذلك بل سننزعج ربما منها لكثرة معرفة سؤالها وطلبها للتفاصيل مع أنها ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونص أو شيء من هذا القبيل هذه من خصائص وحاجات هذه المرحلة مهم جدا أيضا من النقاط التي ذكرها أهل الاختصاص أنها هذه البنت مثلا والولد كذلك تعتقد أنك أخت الكريمة تعرفين ما تفكر فيه فيحصل الغضب حال رفضك أو عدم فهمك رغباتها يعني هي تظن أنك أنت تفكرين بما هي تفكر فيه طيب هذا ظنها هذا ظنها نعم زين؟ طيب لما ترفضين يحصل قضية يحصل قضية الغضب فلذلك لابد أن نفهم رغباتها ونمشي بعض الأشياء ربما كما يقال لأنها طفلة صغيرة والأمر سهل ولا نغضب أيضا نواجه هذا التصور لديها وهذه الحاجة لديها بردة سلبية كبيرة وربما تجاوز البعض أستاذ أنواع إلى قضية إلى قضية العقاب العقاب بالضرب يا أستاذ أنواع العقاب بالكلام الشديد يعني هذه أيضا عندها خيال واسع يا أستاذ أنواع فيه خيال في هذه المرحلة واسع وهي تظهر هذا الخيال الواسع تظهر هذا الخيال الواسع ولذلك لا نتصور إن الخيال الواسع هذا هو عبارة عن طرف أو إزعاج أو ربما كذب ولذلك لابدى ندرك لا تعي مفهوم الصدق والكذف في هذه المرحلة هي صريحة للغاية وتضب أن خيالها صدقاً واضح جميل واضح القضية ولذلك قد تقول كلاماً هي تعتقدها صحيح لكنه كذب بسبب خيالاتها بسبب خيالها فلذلك نبدأ حين نقول أنت كذابة نبدأ نقول أنت كذا فنوصف لها وهي أقل من هذا بكثير يا شيخ أصلاً حتى لما تقول لها أمها أنت كذابة لا تعي هذا العبارة أصلاً أيضاً تتميز بالفضول وهذا العلاقة دكتور بالسؤال بس كذا طرع على بالي إذا ممكن قضية الخيال بالنسبة للطفل في هذه المرحلة يترك أو يضبط ويوجه لا 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 خلوه دعوه يعني هو من خصاص المرحلة تمام بالعكس حتى يمكن نكسبه قيماً من خلالها والقصص الخيالية جميل وإلى آخره وتصورات ما أبدأ يعني لا إيش كان في ذلك يعني إلا إذا كان في شيء يعني يؤذي أو شيء يعني غير طبيعي أو شيء من هذا القبيل ممكن يعني نبدأ مثل ما قال رسلم كخ كخ يعني يعني عرف كيف أو شيء من هذا القبيل يكره يعني يصير في شيء من يعني الموقف النفور منه وما شابه ذلك أيضاً تتميز بالفضول يا شيخ يعني تخب عندها سؤال لماذا؟ هي كلمة سائدة وعنده كلمة سائدة لماذا؟ واضح فأنا لا نزعج من هذا البعض يقول لك ليش تسألين؟ لا تسألين واضح؟ لا تسألين لا دح تسأل يعني ماذا هذا؟ هذا جانب تتميز به في هذه المرحلة بقضية الفضول تخاف من أمور أمور نحن نراها منطقية وهي نتراها كذلك يعني مثلاً الأم ترى أنها تصعد إلى السلم أمر طبيعي طيب البنت لا ترى ذلك إنه مطبيعي ترى أن هذا مشكلة كبيرة وتحدي خطير وبخم أعرض كيف أستاذي؟ فلذلك التصور الأم غير تصور من هذا البنت صحيح وهذا الفارق لابد أننا نقدره حقيقة باختصار أخي خمس قواعد ممكن أن نختم بها الإجابة جميل عن هذا السؤال الإنصات لها الإنصات إليها إشباع فضولها واضح أستاذ الكريم عدم الاستخفاف بكلامها نعلمها القواعد وقضاء الاحترام وما يرتبط بذلك ونحاول أن نركز معها المشاركة الجماعية مع غيرها من أخوانها وقريناتها وما شاء الله الله تعالى جميل جميل الله يسعدك دكتور هذا الأخ أو الأخت زيزي المحمد يسأل أو تسأل كيف أعالج نفسي من حالات ندم دائما لدرجة أن نفسي مش حلوة ندم دائم واضح هو لو كان ندم لو كان ندم فعلا كما يقال جزئي أو أحيانا فهذا كل مننا يمر بمثل هذه بمثل هذه الحالات لكن أن يكون دائما هنا الإشكالية الحقيقة التي يحصل فيها الجانب من عدم الاستقرار النفسي واضح سيدا نور لذلك نحن نقول فليتعود أو فلتتعود بالله ولتنتعي يعني مثلا نمارس مثل هذا التوجيه النبوي أعوذ بالله وننتهي من هذا التفكير التفكير أني أنا يعني حصل كذا من قبل وليتني ما فعل كذا وإلى آخر خلاص الذي مضى مضى اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن ما مضى انتهى الموضوع ونذكر أسلم يقول استعن بالله ولا تعج استغني بالله ولا تعجزي ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولذلك إنجاز المهمة الحالية الحاضرة بشكل إيجابي يقيكي أخت الكريمة من أن تجعل هذه اللحظة الحاضرة واستمرار للندم على شيء قد سبق وما شاب ذلك السبق والعليك أن تعودي أخت الكريمة إذا كنت من المتابعات لهذا البرنامج ولهذا القناة المباركة أن تعودي إلى عدة حلقات كانت مع الأستاذ أنور المبارك جزاها الله خير حول قضية السعادة السعادة ناس عنوانها الكامل وهتناولنا فيها في ثلاث حلقات رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة فلعل أن تحاول أن تقف مع هذه الحلقات بشكل متماع وقد تناولنا قرابة 23 وسيلة مما ذكر العلمة عبد الرحام بن السعيد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وتعطينا بعض التطبيقات والتنبيهات والتوضيحات ممكن تعود إليها ففيها عدة قضايا تحتاجين إليها أخت الكريمة أيضا أيضا يمكن الإخوة الآن أيضا يخرجونا إذا كان يذكروننا الإخوان يا سيد أنور بعنوان الحلقات الثلاث السعادة يكون جيد لعل أبو حامد يسعفنا بها نعم أيضا أيضا في لعلهم أيضا الإخوان زههم الله خير كيف أغير ذاتي يمكن الأخت الكريمة عبر النت من خلال جوجل يجدون لقاء كيف أغير ذاتي في دوانية المربي لمحدثكم سأل الله أن يمتع بها وهي حقيقة لقاء مهم جدا بخمسة قضايا أساسية مع استراتيجياتها قائمة على كيف الإنسان يغير ذاتها أيضا وفيها جوانب متعلقة بهذه الأشياء التي هو الصراع الداخلي عند الإنسان نعم قد يحتاج إلى غيره وأقول هذه الأخت قد تحتاجين إلى إذا لم تستطيع أن تذهبي إلى مختصة إلى طبيبة نفسية وما شاب ذلك وحتى لو قررت أن تحتاجي إلى قضاء الدواء فلا عيبة في ذلك مدام من ذهبتم إليه أصحاب اختصاص وعناية ويثنى علي فهذا من الأشياء التي نحن أيضا نحتاج إليها فإذن يمكن النظر في موضوع الوسائل المفيدة لحياة السعيدة والنظر فيها وما تجدونها إن شاء الله في اليوتيوب وفي لقاءات هذه القناة وكذلك أيضا برنامج كيف أغير ذات ولعل يكوننا إن شاء الله في أسف تربية مجموعة من الحلقات حول هذا الموضوع متعلق بتغيير الذات والله تعالى جميل جزاك الله خير يا دكتور نفعل الله بكم سؤال آخر من الأخت محبة الرحمن رضا الله أرجو من حضرتكم ذكرى أسماء كتب إسلامية تربوية تعين الأبوين على تربية الأبناء تربية صالحة ترضي لها عز وجل جميل لعل هناك بعض كتب يا شيء دكتور طيب أنا أقول أستاذ الكريم أنا أولا أثني أثني على هذا السؤال من وجه جميل وهو ما نحتاجه وربما كان في حلقة من الحلقات أكدنا على ما يسمى بالثقافة التربوية جميل يعني نحتاج نحن إلى ما يرتبط بالثقافة التربوية متابعة مثل هذا البرنامج قدر دورات كراءة كتب مهمة جدا وفي الغالب الذي يكون عنده دافع ذاتي لذلك هو يريد فعلا أن يكتسب المعرفة أو تكتسب المعرفة حتى يطبقوا ما يلزمهم في قضية تربية الأبناء وتربية الجيد والعلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الأباء والأبناء وهكذا المعلمين والمعلمات وما شاب ذلك النصيحة الحقيقة الكتب كثيرة سيد أنور كتب سيد أنور كثيرة كثيرة جدا جدا لكن دعني أختصرها في شخصيتين وليس هو حاصرا على الشخصيتين لكن من بق كما يقال الاختصار الاختصار وإلا في كتب كثيرة لشخصيات أخرى يعني أستاذنا الدكتور عبدالعزيز المغيمشي أستاذنا الدكتور عبدالعزيز المغيمشي أنا أنصح ونصيحة كبيرة جدا في النظر في كتبه فهي سليسة وسهلة وتتميز كتب الدكتور عبدالعزيز المغيمشي بالاستقراء من النصوص الكتاب والسنة وهو أصلا مختص أستاذ علم النفس التربة والنمو وفقه الله وحافظه يعني مثلا كتابه كتابه علم النفس الدعوي وهذه أحتاجه البيئات التي تريد تحرص على قضيتي كيف تستفيد من هذا التخصص في جانب التأثير الإيجابي والتربية الإسلامية طيب لو كان عند الأخوان صور لهذه الكتب أو كذا ممكن تعرض يكون جيد ماشي أيضا جيد كتاب أيضا المراهقون وإذا حدث عن قضيتي المراهقة وما يرتبط بها وحاجات المراهقة كتابه مثلا ركاء استربوية أيضا مباركاز مبادئة تربوية حول ما نحتاجه في المبادئ الرئيسية وغير ذلك وعنده كتب أخرى وأظن عنده كتب أيضا أطفال قبل المرحلة الابتدائية وكذلك كيف نستفيد من السيرة في بناء الشخصية وإلى آخره الشخصية الأخرى لأكتفي بهاتين الشخصيتين الحقيقة وهي الدكتور السادة الدكتور عبد الكريم بكار في سلسلته الكبيرة الفخمة الحقيقة أنا أقول فيما يتعلق بما طرحه في أعداد كبيرة التي هي بعنوان سلسلة في التربية الرشيدة سلسلة في التربية الرشيدة وأنا حقيقة لا أعرف أين وصل الرقم لكن أنا أجزم أنه تجاوز العشرين ربما وحتى الثلاثين من خلال موضوعات مهمة في الجانب التربية وحبارات سهلة ومرخصات رائعة بعد كل فصب يتناسب مع أيضا أفهام عامة الناس فهذان الشخصيتان وهذه الكتب التي أشربت إليها أنا في تصور الأخت محبة الرحمن وغيرها من الكتب النافعة والمفيدة التي ممكن نستفيد منها بإذن الله عز وجل أحسن الله يا أخي دكتور هذا الأخ يعني رمز اسمه بكابتن يقول كيف نربي أبناءنا في الغرب وهل ما زال هناك فارق كبير بين التربية في بلاد الإسلامية وبلاد الغرب ما رأيك دكتور جزاها الله خير وعانهم الله الحقيقة يعني عانهم الله على ما هم فيه يعني في هذه البيئة الحقيقة نقول هم هم يعني مبتلون بمثل هذا ولذلك النجاح النجاح منهم ومن هذه الأسر في التربية ولو تعبوا أكثر وسيتعبون أكثر حقيقة السدن ور سيتعبون أكثر لا محالة بإذن الله عزيز العلي يصدق فيهم أن القابض على دينه كالقابض على الجمر ولعلي يصدق فيهم بإذن الله عزيز أجر الواحد منهم كأجر خمسين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر ليس من السهول بمكان أبدا أبدا طيب ماذا أنا أقول فيه فرق فيه فرق مهما حصل أيضا من من وجود يعني كما يقال المجتمعات تتغير والمجتمعات تشابه بعض الشياء لكن فيه فرق بين أجيال تسمع الأذان وأجيال لا تسمع الأذان وبين فيه فرق بلا نقاش بين بلا نقاش بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر اللقطة التي ممكن أيضا أن أكد عليها السادة أنور لا بد أن نعوضهم طيب بماذا عندي قضيتان واضح سادة أنور نعم قضية الأولى أن نعوضهم باهتمامنا أكثر أن عجبني من خلال بعض الأسئلة كانت تريدني في الاستشارات سادة أنور ويعني تجد الأب والأم حريصان جدا أن يعطوا لأبنائهم في تلك البلاد الغربة غناية أكثر واهتمام أكبر يعني الواحد مننا اللي مثلا يقول والله أنه قد يكون أعطى ربما ساعة في يومه يعطي هؤلاء ساعات أكثر المقصود أنه سيكون دورهم في الاهتمام والعناية بالأبناء هو دور أعظم وأهم وإذا سيقصرون كما يقصروا غيرهم ستكون مصيبة أكبر وهنا نحتاج الحقيقة نوجه إلى أنه لابد حفظكم الله من قضية مزيد من العناية ومزيد من الاهتمام بما يكسب الأبناء الجاذبية لبيوتهم والجاذبية لآبائهم وأمهاتهم من خلال وعي الأباء والأمهات في الركائز التربوية التي تجذب الأبناء للأباء والأمهات حتى لا يذهبوا إلى غيرهم ولا يصبح البيئة المنزلية مجرد فقط كما يقال مجرد فقط أكل وشرب ونوم سيجدونه في البيت لكنه شيء آخر سيذهبون إلى أماكن أخرى وربما يكون الشد من ذلك ربما يكون الهروب والهروب هناك أسهل من غيره والتمرد هناك أسهل من غيره ولذلك نحتاج أن نعوضهم بمزيد من الاهتمام كما أيضا هذه المقطة الثانية في التعويض المقطة الثانية في التعويض الساد أنور ألا وهو وهذه لحظتها في بعض البيئات التي أيضا كانت تستشير حقيقة وهو إيجاد محاضن رديفة مهمة يعني محاضن رديفة مهمة وجدت بعض العوائل من مكان يأتيني في الاستشارات في بلاد الغربة يجمعون أبناءهم في محاضن معينة ويدفعون ويستأجرون لهم يجمعون بناتهم من خلال معلمات ويتعلمهم القرآن وبعضهم يكونون أصلا نشأوا في تلك الديار وراء اللغة العربية هشة بالنسبة لهم فيعلمون اللغة العربية ويعطونهم مجالا أكثر في مجالات التعويض وإلى آخر فوجود مثل هذه البيئات ويدفعون لها ولو شيء رمزي في ظني أيضا لابد من البحث عنها وكما يعني يقولون ترى الذي سيبادر سيجد زبائن أما الذي سينتظر غيره قد لا يجد لأنه قد لا يكون القائد المبادر موجودا فكونوا أنتم المبادرون وجزما عندكم عشرين أسرة انجحوا مع خمس أسر ست أسر سبع أسر يعتبر بهذا حد يعني شيئا طيب ومبارك إذا أنتم بادرتم لمحاولة التعويض بإيجاد يعني يعني كما يقال الآن التقنية ست الأنوار أيضا من الوسائل التي تساعد في التعويض ومحاولة يعني أيضا التجديد في هذا الجانب من خلال أيضا برامج داخل الأسرة تعوضهم بانتقاءات جيدة في أشياء معينة نعم دينيا ودنيويا والله أعلم أزاك الله خير يا دكتور وإياكم وإياكم لعل أيضا في إجابتك على السؤال الأول في الحلقة في مشاركة في جزء من هذا من حيث بناء الصحبة واختيار الصحبة وغيرها من القضايا هذه المهمة خاصة في بلاد يعني الذي يقل فيها المسلمون ويقل فيها البيئات التربوية المفيدة أزاك الله خير يا دكتور نفعل الله بكم وإياكم هذا السؤال أيضا من الأخ الذي رامز له باسم كابتن هل يحرم أن نمنع أولادنا من كثرة الاختلاط بالأجداد وذلك لكثرة زلات الأجداد ومحاولة الأجداد تمييع أفكار الأبناء تجاه الإسلام بمعنى أنه يمكن تقليل احتكاك الأبناء بالأجداد قدر الإمكان وإن حدث يكون بوجود الأب والأم هل هذا يعتبر حرام أو لا طيب أيضا أشكر السائل أما ما يتعلق بقضية حرام أو حلال أو ما شاء هذا ليس مجالي حقيقة ولا مجال البرنامج لكن ربما نعطي رأي تربويا في هذا الاتجاه جزاك الله خير هو الحقيقة سؤال سؤال أنوار سؤال تضمن الجواب لعلك أن تأذن لأختب لك فأين الجواب في السؤال أين الجواب في السؤال ذكر ضابطين الضابط الأول تقليل احتكاك والضابط الثاني يكون بوجود الأب والأم يعني تقنين نعم بالضبط تقنين هذه القضية وما يتعلق بها يعني بحيث مدام الوصف كما يقال بهذا الاتجاه السلبي الحقيقة من الأجداد نحن لن نربي الأبناء ولا نقوم بمحاولة كما يقال الإيذاء وما يرتبط بذلك لهم حقهم لكن أيضا من حق أبناء علينا نحفظهم حتى ولو كان ذكر الله عز وجل بينا في قضية يعني في قضية يعني وانجهداك الوالدين انجهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفة فنحن نصاحب أجداء الأجداد أجداد الأبناء ونجعل الأبناء يصاحبونهم بالمعروف لكن صار هناك هذا التأثير وهم في مقتبل بناء ذواتهم وإلى آخر فنقل ما أمكن لذلك سبيلا وأيضا الضابط الآخر الجميل أيضا وأن نكون قريبين بحيث أن نعرف يعني كيف نستطيع أننا يعني نوجه هذا الكلام بطريقة مؤدبة لطيفة جيدة والذي بتري بذلك بحيث أن يكون والله فعلا فيه شيء من كما يقال الأثار السلبية التي تقدح في جوانب أو تعين على الشهوات أو تعين على الشبوات أنا أعرف حالات أكثر من قبل أجداد من حالات قضية أباء أباء يعني أنا أذكر حالا من الحالات لمرضة علي أستاذ أنور أن الأب يدعو ابنه والعزو بالله لمارسة الفاحشة الفاحشة يعني مع صديقة ومع شبه لالك نعم وأبوه طريق يعني لأمه فكان منزعج جدا وذهب إليه في بلدي فقالت أمه أنا قال سأرجع ما أستطيع أجلس مع والدي وإلى آخر حفظ الدين حفظ الدين وقدم ونشك أنه رأسه وتاجل كل شيء فنسأل الله دون كما قلنا دون أيضا يعني دون المحافظة على القضايا الأساسية في هذا القضية فلا طاعة لمخلوق مع صلة الخالق ونحاول نحسن قد المستطاع بناء على يعني الحدود التي تتعيننا على ذلك والله تعالى أعلم الله أخبر ولا ننسى الإحسان إليهما مهما كان يعني وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا وعرفها واتبع سبيل من أناب إلي يعني جميل جميل استاذي أن يدخل الإبن حتى بوجود الأب والأم بهدية لهذا الجد نعم مثلا ويمكن أيضا كذلك ربما ما أشرنا وهذا ينبغى أن نشير إليه زاك الله خير ذكرتنا يعني وصاحبهم الدنيا معروفة بعض أوجه المصاحب معروفة مثل قضية الهدية كذلك ممكن يكون هذا بعد الإحسان يكون في نقاش من أحب الناس في هذه الأسرة إلى هذا الجد أنه يا جدي أو يا أبي أو كذا حسب المتحدث يعني مثلا أو كذا يا خالي إذا كانت متحدثة الأم وما شاب ذلك أنه يعني حقيقة يعني يعني في شيء من الأمر الذي لا يوانفق الله سبحانه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولأنك أن أنت لك قدر وقيمة لدينا ولك مكانة عظيمة لدينا لكن أبناؤنا وإلى آخر ونحن نريد أن الأبناء يعني يعني يحبونك أكثر ونحن نحبك أكثر قد ينصع مع الإحسان إلى أنه على الأقل يكف حتى لو ما كف قناعة يكف يعني ما عندهم من إشكالات فلا يعني يتحدث عندما يجي هؤلاء الأبناء وهنا نقطة مهمة سيد أنور حقيقة وهو جميل أنك ذكرتنا بهذا الرافض المتعلق والمصاحب بالمعروف فيه نقطة مهمة سيد أنور لندرك جميع ندرك جميع خاصة عند تعارض طرق التربية ما بين يعني الأجداد أسر الأخوة والأخوات وما يحصل على الحياة من إشكاليات في تربيتنا لأبنائنا وتربية غيرنا لأبنائنا إذا لم نكن أصحاب مبدأ واضح وبلطف لن يحترمون الآخرون سيبقون على ما هم عليك وعضح الثالي نعم يعني لابد أخي وأختي وجدي ووالدي أنا الأب وإلى آخر يعني بكل أدب وإحسان وكل محسن كما أشرت جميل أكدت على قبل الإحسان والإنسان والإنسان مفطور لأن يحب من يحسن من أحسن إليه وإن المحبة لمن يحبه مطيعه وهو قضية يرون أنك أنت صاحب مودأ يرونك أنك أنت صاحب مودأ وعندئذ وأيضا أنت محسن وأنت محسن وهو وأنت محسنة الطبيعي يعني العاقل حتى لو فيه شر سيقف هذا الشر سيقف هذا الشر عن هذا وسيحترم على الأقل لو ما كان مقتنعا بكلام الأب وكلام الأن في التربية وماشا بذلك جزاك الله خير يا دكتور مبارك الله فيك لعدنا نأخذ عندي سؤال حقيقة سؤال كبير يعني لكني أجله إلى بعد الفاصل بعد ذلك يا دكتور تفضل حفظك الله يسألكم عزيزة المشاهد مشاهدات معنا سؤال حقيقة كبير لكن نجعله بعد الفاصل فنتظرونا من رحمة الله بالإنسان أن يرزقه أخ يؤانسه ويقويه ومن شكر هذه النعمة أن يلزم الأدب مع إخوته فهذا من صلة الرحم وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه فيحترم أخاه الأكبر كما يحترم أباه ويصدره في الأمور لا سيما إن كان مسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ويرحم أخاه الأصغر ويلاطفه كما يلاطف ابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويساعد أباه في تربية إخوته الصغار وينفق عليهم إن عجز الأب عن الإنفاق وكان هو قادرا عليه ففي الحديث ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ويساعد إخوته في مذاكرة دروسهم ولا يتشاجر معهم فإن ذلك يحزن والديه وليعلم أن تفاهمه مع إخوته يفرح والديه ويرضيهما فإن كان قيما على إخوته بعد وفاة والديه فليحرص على حقوقهم وليعطي إخوته دكورا وإناثا كبارا وصغارا حقهم في الميراث كاملا فإن أكل حقوقهم ظلم وقطيعة رحم قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا وليكرم أبناء إخوته وأخواته فإن ذلك إكرام لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم وليسامح من أخطأ في حقه من إخوته كما فعل يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وليدعو لأخيه كما فعل موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وليدافع على أخيه ولينصره فإن كان ظالما منعه من الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي أنت الرياح أنت الرياح يعني هو سؤال وأيضا يحتاج أسأل الله عزيزي يوفق لأستاذ الدكتور خالد السعدي في علاج مثل هذه المشكلة أستاذ النور؟ نعم الصوت واضح يا دكتور؟ الصوتي واضح نعم أبو حامد لعلك تشوف الصوت تفضل الآن نعم يقول السائل سماية هذا الرمز الاسم كيف يثق الإنسان بنفسه ويشعرها بالحب والامتنان والتغلب على عقد النقص وكل هذا نتيجة طفولة سيئة مليئة بالمشاكل مشاكل بين الوالدين والعنف والإهمال وعدم الاحترام والتحرش بالطفل الذي تعرض له وهو صغير مرة واحدة من أحد أقاربه كيف يعيش هذا الإنسان؟ وقد فشل في تكوين صداقات ناجحة ولم يستطع الزواج وتقريباً لم يستطع النجاح في أي شيء أسأل الله يعينك يا دكتور ويسددك في الإجابة أزاك الله خير الله مؤمن ويكسر وأنت تساعدني إن شاء الله أزاك الله خير والله أنا حقيقة تأثرت كثير بالسؤال أنت أخصائي نفسي ولك الحق ولك الحق بالمشاركة نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعون من الله الحقيقة سدنوار هو طبيعي أن الواحد يتألم لأنه لما يضع نفسه في مكان مثل هذا الأخ وهذه الأخ السائلة أو السائلة يعني حقيقة ما زلنا نعاني من المراوحة في زمن ليس الزمن الذي ينبغي فيه الإنجاز زمن الإنجاز بالنسبة للحظة هو الزمن الحاضر كما قلنا هناك تشابه نوعا ما بنوجه مع سؤال صاحبة الندم الكبير الماضي لكن هنا أيضا نريد أننا نحلل شيئا وحتى أننا سأريد منها تربوية لحياتنا عموما وانظروا يا أيها الإخوة والأخوات إلى أثار التعامل السيء هو أثار التعربات المشكالية المتعلقة في التحرشات وما شبه ذلك في مراحل مبكرة في الطفولة على الإنسان إذا كبه وهذا الحقيقة يجعل هناك حقيقة الانتباه من أن لا يقع أجيالنا وأبناؤنا في مثل هذه الأفخاخ ونحن أول من نتحمل مسؤولية لأنه إذا نقصرنا في التربية وفي طريقة التعامل وفي الغفلة عن أبنائنا وعزمنا كمان بيب ستحصل مثل هذه الطاومة والله يا أستاذ أنور عندي من القصص من خلال الاستشارات يعني الشيء المخيف جداً يعني حقيقة ولا أريد أن نجعل القضية كلها مخيفة لكن دعنا أعطيك مثال واحد يعني مثال لشخصاً عنده يعني للأسف عدم يعني الشاب ليس عنده ميول للجنس الآخر يا أستاذ أنور عرفت ليس عنده ميول أبداً ولا رغبة في الزواج للجنس الآخر لكن عنده وعياذ بالله ميول لنفس الجنس فلما تنظر إلى حالته هو عبارة عن انتهاك عرضه وهو طفل صغير بشكل مستمر من أحد أقاربه حقيقة وكان يهدده فصار لديه هذه الإشكالية الكبيرة الضخمة التي يتعلق فأقصد في هذا نحتاج أن نتنبع عموماً حتى نستفيد من قضايا أن نؤخر العناية بتربيتنا لهؤل الأجياء من العمى في أطواله صدق الذي قاله أستاذ أنوار أن البناء في مرحلة الطفولة ستكفينا إشكالات كبيرة في مرحلة المراهقة والشباب والتقصير في مرحلة الطفولة كذلك سيكون أثرها كبيراً في تلك المرحلة وصدق ابن القيم رحمه الله إنما قال أن فساد الأبناء من فساد الآباء فساد الأبناء من فساد الآباء وجزء من فساد الآباء قد لا يلزم أن يكون يمارسون نفس الممارسة ولكن من الفساد هو الحقيقة تضع التربية وعدم الاهتمام بأبناء هذا ليس فساد أؤكد 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 على ما ذكرناه في السؤال السابق يعني نرجع إلى ما يرتبط بأساليب دفع تلك الاشكالات التي ترجعنا إلى الماضي نتعوذ بالله وننتهي ننظر إلى تلك الوسائل التي تساعدنا على السعادة ما استطعنا إلى ذلك كسبيل يعرض الإنسان نفسها أو تعرض الأخت نفسها على أهل الاختصاص حتى ربما يكون هناك في مجالات أخرى غير العلاج المعارفي والعلاج السلوكي المهم هذه أيضاً علاجات المعارفية السلوكية التدخل الدوائي وكما أشرنا أيضاً إلى كيف أغير ذاتي وأهميتها كما قلنا موجود أيضاً على اليوتيوب وأكدوا تأكيداً كبيراً يا أيها الإخوة والأخوات طبيعة النفس البشرية إذا سلمتها للتفكير وكان مضمون التفكير سلبي بشيء مضى أو شيء لاحق أو حتى نظرة حالية كما يقال محبطة ستكون النواتج السلبية شئنا أما بين ولا نستطيع أن ننجز علينا أن نخرج من هذا بإطاق قدر ما نستطيع إلا من نخرج بكل إيجابية نخرج بزء من إيجابية لأن تصل متأخراً خير من أن لا تصل لكن أن لا نصل أبداً أن لا نصل أبداً هي قضية من القضايا المشكلة السلم والله تعالى أعلم صحيح يعني هذا الأخ أو الأخت الحقيقة ما عرفت هو رجل أو امرأة وكنت أتمنى لو نعرف حتى مقدار العمر لكن واضح أنه كبير يعني في قضية يعني أتمنى يعني يستشعرها هو الآن في طريق هو في الطريق الصحيح هو الآن بدأ بالشعور بالمشكلة بقي أن يواصل المسير المشوار كما ذكرت دكتور بالاستشارة للمختصين والكلام اللي ذكرت دكتور جداً رائع وجميل إغلاق باب الماضي هو أكبر مسؤولية أكبر مسؤولية ذاتية علينا جميعاً يا شيخ عدم الاستسلام لهذه الأفكار عدم الاستسلام لهذه الأفكار دفع الأفكار هذه ودفع مصادرها يا شيخ صحيح لذلك لاحظ التوجيه النبوي فليتعوذ بالله وينتهي والله جميل لو قلنا عوذ بالله وانتهينا لو أشغلنا أنفسنا أخي أشغلنا أنفسنا بشي نحبه تغير إطار التفكير في لحظتها يا شيخ صحيح تغير إطار التفكير صحيح ولذلك لو مارسنا الرياضة لو مارسنا القراءة لو ذهبنا حتى نأكل لو ذهبنا حتى نتحاور مع غيرنا ترى تغيرت القضية تغيرت هو في الغالب يأتي هذا الكلام حينما يكون الإنسان مع نفسه ولذلك يقولون إذا استرسلت بهذه الأفكار وأنت على فراش النوم قم وغير مكانك الفراش ليس للأفكار الفراش للنوم اذهب ومارس شيئاً آخر غير النوم حتى تستطيع أن تنتهي نعم هل تحيله إلى ما أحلت إليه من قبله؟ بالضبط بالضبط أعتقد كيف أغير ذاتي مهمة له بالضبط أنا والله أطلب من الأستاذ المخرج والإخوة لو ينزلون الرابط الرابط اللي قال الدكتور كيف أغير ذاتي يكون في الوصف في اليوتيوب بحيث يستطيع الإخوة الدخول على الوصف والدخول على المحاضرة وأيضاً محاضرة السعادة اللي طرحها الدكتور حول كتاب الوسائل المفيدة سعادة السعيدة وعموباً لقاءات الدكتور خاد في برنامج أسل التربية نوقشت مثل هذه القضايا ووضعت له بعض البرامج المفيدة نسأل الله ينفع أن ينفع ونسأل الله يصلح حالنا وحال الأخ الكريم وحوال المسلمين أجمعين دكتور الوقت يداهمنا حقيقة يعني لعلنا في دقيقتين نجاوب على سؤال الأخ فهد الذي وصلنا عن طريق الواتساب يقول كم بقي سؤال والله بقي هذا السؤال وسؤال بعده لو تحاول تختصر السؤالين مع بعض يكون جيد حتى لا تهي يعني سريعاً سريعاً هذا الأخ يقول هل جعل الله التربية المتميزة صعبة لجميع بني آدم يعني نجد في محيط يعني في المحيط محيطنا نماذج قليلة مميزة في بذل يبذل فيها الوالدان جهداً كبيراً لا يستطيع أغلب الآباء والأمهات التربية المميزة لا يجدها المسألة الأخيرة والله السؤال الأخير يحتاج بالله يتوقع وقت يتكلم عن أسباب الخيانة وميل الزوج عن الزوجة يعني أعتقد أن هذا لو نجاوب على الأول نعجل هذا إذا لم يتسلم الخيانة في ماذا؟ بالضبط الخيانة في علاقات الزوج مع غيره مع غير زوجته هذه الأخت أمل تقول الخيانة الزوجية أسبابها خيانة بالرأسة الإلكترونية عبر السوشال ميديا مع أن علاقتنا جداً جميلة ولا يوجد مشاكل علاقة حب ود احترام متبادل نوع الرسائل تعارف وواضح واضح أما السؤال الأول أخي الكريم أنا أقول باختصار شريف جداً أسمحه أفضل الوقت المشكلة أبداً المشكلة فينا نحن 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 وتقصيرنا يعني فينا نحن التقصير يعني عرف كيف؟ فنعيبوا زماننا ونعيبوا فينا وما لزماننا عيب سوانا النماذج أنا لا أرى كلام السائل أو الأخ فهد كلام سليم هو ما يتعلق بأن النماذج قليلة بالعكس هناك نماذج عديدة لكن المشكلة أن هذه النماذج لا تظهم للسطح ولا نحرص على بيانها قد يكون أكثر ما يظهر هي النماذج السلبية وهذه مشكلة المشاكل التربية لها جهاد وابتلاء التربية جهاد وابتلاء ولذلك لابد أن نتحملها نعم لابد أن نعرف أن التربية هو جزء كبير وأساسي بل هو لب القضايا لما نتحمل فيها كل المضامين وما يتعلق بها وعند إذن القضية صعبة ولكنها ليست هي قضية معقدة لا هو هو تكليف من الله نحن قادرون عليه لو أخذنا بهذه الزيارة أما ما يتعلق بالسؤال الخيانة الزوجية أقول وارد عدم المحبة هذا وارد أن الزوج لا يحب زوجته ولكن هذا ليس تبيرا لنحرافه في العلاقة لكن وارد كجانب تشخيصي أو تفسير الحالة وأيضا وارد أنه لا يحبها ولكن يحتاجه إلى إشباع يحتاجه إلى تعدد وهنا مشكلة التعدد وما يوجهه بعض الرجال من إشكالات وصدود من المجتمع وثقافة المجتمع وما يتعلق بذلك وارد كذلك أنه عنده ميول إلى قضية الولوغ في الحرام والتعلق به حتى لو كان ما كان حتى لو كان متزوج واحدة وثنتين فكل هذا ممكن وذلك أنا أقول الخوار والنصف وفتح باب أيضا التعدد حتى لا يكون عنده مجال تصور بأنه حله الوحيد بالحرام أما إذا كان النقطة الثالثة المتعلقة بقضية اللغة بالحرام فيتقل الله هذا سوى يحاول أنه يذكر بالله عز وجل والله تعالى أعلم جزاك الله خير الدكتور شكرا لكم وإياكم وشكرا لأستاذ المشاهدين ومشاهدات وشكرا لأصحاب الأسئلة وإن شاء الله ما زلنا معكم في حلاقات قادمة ونلقاكم بإذن الله وأنتم في أمن وإيمان وصحة وسلامة في الأبدال دمتم جميعا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحض بفرصة لنجاحي أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي